قالت مقررة لجنة قضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني نيفين عبيد إن الدولة تبدل جهودها لحل المشكلة السكانية مؤكدة ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الأولى للجنة التي عقدت تحت عنوان الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية مشيرة إلى أن الجلسة تناقش الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمشكلة السكانية وسبب تذب بالهرم السكاني وقضايا طفولة وفي سياق متصل بالحوار الوطني أكد المشاركون بجلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم مقترحين إنشاء هيئة عليا للتعليم والتدريب